السلام عليكم كل سنة وانتم طيبين رمضان مبارك النهاردة هنعمل 8 انواع جديدة من الكنافة اللي بيقولوا عليها ترند كلها ظهرت في الفترة الاخيرة وده كله هنعمله من كيلو كنافة واحد هنعمل المكشوفة والمكسوفة والتسطوصة والاطقوطة وهنعمل كمان ميكس او لخ بطيطة سموها زي ما انتم عايزين انا اللي مخترع طريقة الكنافة المكس دي بس طعمها جميل جدا طبعا كلهم احلى من بعض بس فعلا دي طعمها غير اي طعم تاني للكنافة وطبعا الانواع دي كلها انا عملتها بطريقتي طبعا لازم نحط طاطش بتاعنا على اي وصفة بنعملها هقول لكم على اسعار الخمات وازاي تقللوا كمان في التكلفة وازاي تختاروا الخمات الجيدة ولو عندك مثلا عزومة مش محتاجة حلويات اكتر من كده ودي كمان تعتبر زياد وده كله بكيلو كنافة واحد ياريت تكتبولي في التعليقات رأيكم في الكنافة بتاعت النهاردة واللي جربها يقولي عجبته ولا لا اول حاجة هنعمل العسل او الشربات هنحتاج اربع كبيات من الكبية دي سكر وهنضيف على السكر كبيتين بس مية وهنعصر عليهم نصف لمونة بس بدون ما نقلب خالص هنرفع الخليط دي على النار واول ما يغلي هيظهر رغوة بيضة عليه بالشكل ده من فوق بعد حوالي دقيقة واحدة بس هتلاقي الرغوة دي تحولت لفقاقية زي ما انتو شايفين كده في المرحلة دي هنسيبه اربع دقايق فقط يغلي على نار متوسطة بعد كده نشيل الشربات او العسل من على النار ونسيبه على جنب لحد ما يبرد وطبعا ما بنقلبوش خالص عشان ما يسكرش خلي بالكم من النقطة دي ممنوع التقليب نهائي دلوقتي هنجهز الكنافة انا جبت كيلو كنافة زي ما انتو شايفين كده نصين وحطيته في الفريزر حوالي 6 ساعات بعد كده خرجته من الفريزر لازم يبقى جامد زي ما انتو شايفين كده عشان نعرف نفتتها او نطحنها ممكن طبعا تطحنوها في الكبة بس هي سهلة مش محتاجة ان احنا نحطها في الكبة خالص بنعملها بادينا او نفرقها بادينا بالشكل ده بتلاقوها اطحنت وبقت نعمة زي ما انتو شايفين كده الموضوع سهل جدا وكمان سريع يعني مش محتاج الكبة خالص اعملوها باديك واحسن بعد كده هنحتاج حوالي 3 او 4 معالق كبار من السمنة يعني حوالي كباية كبيرة او 200 جرام من السمنة السمنة دي نباتي عشان كده انا هضيف عليها معلقة زبدة بلدي هنسيح السمنة والزبدة على النار يدوب بس يدوبوا يعني مش يسخنوا ولا يقضحوا عاوز اقول لكم على حاجة مهمة ما تستخدموش الزبدة الصفية في الوصفة دي لانها بتخلي الكنافة طعمها مخزن مش حلوة زي السمنة فعشان كده يفضل استخدام السمنة وما نستخدمش الزبدة بعد كده هنضيف السمنة السيحة على الكنافة شوية شوية ونقلبها بمعلقة كويس جدا بعد كده نقلبها بادينا نفرق الكنافة في السمنة بادينا كويس جدا عشان كل الكنافة تتغلف بالسمنة دلوقتي هنحمر الكنافة عندنا ثلاث طرق ممكن نحمر بيها الكنافة اول طريقة اننا نحطها بالحلة كده على نار تحت المتوسطة بشوية ونفضل نقلب فيها بالمعلقة لحد ما تتحمر وطبعا لازم نقلب من تحت والجوانب باستمرار عشان ما تتحرقش مننا وكمان تكون لون واحد ودي بتاخد وقت شوية تاني طريقة نفردها في صاج الفرن وندخلها تحت الشوية وكل دقيقتين نفتح الفرن ونقلبها لحد ما تتحمر تالت طريقة للي عندهم ايري فراير يحطوها فيها وبرضو كل دقيقتين يفتحوا عليها يقلبوها لحد ما تتحمر وتكون لون واحد زي ما انتو شايفين كده هنرجحها الحلة تاني وهنضيف عليها الشربات البارد ونقلبو كويس جدا مع الكنافة وبعد ما نقلب الشربات مع الكنافة هنركنها على جنب بس خمس دقايق عشان تتشرب الشربات كويس جدا وتكون سهلة في التشكيل دلوقتي هنعمل الحشوات اول حشوة هي الكاسترد هنحتاج كباية لبن وبنفس الكباية كباية مية ومعلقتين كبار من السكر ومعلقتين كبار من بودرة الكاسترد وده نوع الكاسترد اللي انا بستخدمه هنقلب المكونات دي على البارد كده بالمضرب اليدوي بعد كده هنرفعها على النار ونفضل نقلب فيها لحد ما القوام ده يدخن ويكون زي المهلبية وبيكون بالقوام ده زي ما انتو شايفين كده هنشيله من على النار وهنركنه على جنب لحد ما يبرد شوية ممكن تسيبوه يبرد وممكن تشتغله فيها على طول وهو سخر تاني حشوة هنعملها هي الكريمة انا اشتريت 8 كيلو كريمة 8 كيلو كريمة ده ب45 جنيه انا جايب بنوع المتحدة احسن كريمة موجودة في السوق دلوقتي في نوع تاني ب180 بس خفيف بس انا بحب استخدمها لانها تقيلة وبتكون بتسهل علي في التشكيل وكمان ما بتتعبنيش ولا بتبوز مني وانا بعملها هنفضل كيس ده في المضرب الكهربائي لازم طبعا يكون عندك مضرب كهربائي لان الخلاط او المضرب اليدوي بيتعب جدا في العمل الكريمة وكمان ما بتكونش مزبوط وهنضيف على تمني الكريمة نص كباية من السكر وكباية ونص من المية المتلجة المية دي فيها قطع تلج طبعا انا مقللة كمية السكر عشان الكنافة نفسها فيها سكر يعني مسكرة هنخفق الكريمة بالمضرب الكهربائي باقي لحد ما القوام بتاعها يتقال هقول لكم ودلوقتي على القوام المزبوط هتشوفوا ازاي القوام بقى مزبوط شايفين هي كده تقلت شوية بس لسه المضرب اليدوي بيطلع من الكريمة نضيف اول ما تلاقوا المضرب اليدوي بيطلع من الكريمة شاي الجزء من الكريمة زي ما انتم شايفين كده وعامل بوزة كده تعرفوا ان كده الكريمة بقت جاهزة شايفين قدتنا كمية مناسبة كمية كبيرة مش شوية وده كله من 8 كيلو كريمة عشان نوع الكريمة كويس هنضيف على الكريمة ربع كيلو من الفراولة المغسولة والمتقطعة ونقلب الفراولة مع الكريمة زي ما انتم شايفين كده اول نوعين من الكنافة هنعملهم هي المكشوفة والمكسوفة وهقول لكم الفرق بينهم طبعا هي بتتعامل احجام كبيرة او صانية كبيرة بس انا هعملها مني يعني صغيرة يعني تكفي شخص او شخصين بالكتير هنجيب البولات اللي بالحجم ده ممكن اكبر وممكن اصغر وهنحط في كل بولة كيس تلاجة وهنحط فيه جزء من الكنافة اللي احنا حمرناها وضفنا عليها الشربات وبادينا هنعمل الكنافة زي ما انتم شايفين كده هنفردها في جوانب الطبق زي ما انتم شايفين كده يعني هنشكلها على شكل طبق جوه الطبق نفسه هنضغط عليها بقدينة كويس جدا لحد ما تبقى سبتة في الطبق يعني ما تكونش مهرية الطريقة سهلة وسريعة زي ما انتم شايفين كده ده اول طبق هنعملها بالشكل ده وهنسيب النص ده فاضي زي ما انتم شايفين كده هنعمل الطبق التاني كده الطبقين زي بعض الفرق بينهم بقى ان احنا هنحط تحت في الطبق من تحت شوية كنافة كده يعني طبق مكشوف من النص وطبق مضغطي دلوقتي هنحشي المكسوفة الوصفة الاساسية بيعملوا الحشوة دي ببيض ونشا ولبن بس طعمها بيكون نفس طعم الكاسترد هنحط حوالي تلت او اربع معلق من الكاسترد دلوقتي هنحشي المكشوفة في الاول هنحط كده حوالي اه تلت او اربع قطع من الفراولة المقطعة بعد كده هنحط على الفراولة معلقة او اتنين من الكريمة اللي احنا قلبنا فيها الفراولة برضو هنفرد الكريمة شوية كده بالمعلقة وبالراحة خالص كده خلاص عملنا المكشوفة والمكسوفة يعني حشناهم هنغطي الكاسترد والكريمة بشوية من الكنافة زي ما انتو شايفين كده هنعمل طبقة يعني سنطي او سنطي ونص ونفردها كده ونضغط عليها بالراحة خالص بالمعلقة زي ما انتو شايفين كده نضغط كده ضغطة خفيفة ونغطي الكنافة بالكيس البلاستيك ونحط برضو طبقة من الكنافة فوق الكريمة برضو سنطي او سنطي ونص ونفردها برضو بالراحة ونضغطها خفيفة بالمعلقة وبردو نغطيها بالكيس البلاستيك ونغطي طبقين نفسهم باطباق صغيرة بعد كده هندخلهم التلاجة من 3 ل 4 ساعات ولو مستعجدين دخلوها الفريزر لمدة ساعة لربع دلوقتي هنعمل التساطيس والقطقية الصغيرين ممكن تستخدموا علب صغيرة واطباق صغيرة او الشكل ده هنحط في كل طبق من الاطباق دي طبقة كنافة الطبقة بتكون سمكها حوالي سنتي واحد هنضغط عليها ضغطة خفيفة عشان تكون في ساوة واحد بعد كده هنحط الحشوات اول واحدة مثلا هنخلط الطبقة التانية بتاعتها كاسترد نحط معلقتين 3 للكاسترد ونفرد الكاسترد فوق الكنافة والتهزين بتاعها مثلا هيكون بسكويت سادة مكسر وهنزينه كده من فوق ببسكوتين زي ما انتوا شايفين كده طعم الكاسترد والبسكويت والكنافة مع بعض بيكونوا هلوين جدا تاني واحدة هنفرد برضو فيها طبقة من الكنافة وطبقة من الكاسترد وكان عندي بعض قطع المشمش المجفف قطعته شرايح وزي انتهى بيه زي ما انتوا شايفين كده ودي هسقيها بتلات اربع معالق من جيلي المشمش انا مش عايزها بالجيلي يعني مش عايزة طبقة جيلي فوق لا انا عايزة بس اسقيها بالمشمش يعني عشان تكون طرية شوية طعمها برضو طلع جميل جدا تالت واحدة هنحط الطبقة بتانية بتاعتها كريمة بالفراولة ونزينها بالفراولة القطع من فوق ونفرد الفراولة كده عليها من فوق بس كده رابع واحدة هنحط برضو عليها طبقة من الكريمة بالفراولة ودي هنسقيها بجيلي الفراولة هنحط حوالي عشر معالق فقط من جيلي الفراولة برضو انا مش عايزة عاملها بالجيلي لأ انا عايزة برضو اسقيها بالجيلي عشان تكون طرية شوية وطعمها مختلف والاخيرة هنعمل الطبقة التانية بتاعتها سوس الشوكولاتة الكذاب وده بيكون عبارة عن ربع كباية من اللبن وربع كباية من الزيت ومعلقتين من الككاو الخام ومعلقتين من السكر بندربهم في الخلاط كويس جدا لحد ما يتقلوا هحطلكو طريقتو في الوصف تحت الفيديو وهنزينو من فوق ببسكوتة من البريو شايفين شكل الطبق جميل جدا وحلو جدا ازاي وكمان كذا طعم مع بعض لو تقدم كده كل مرة واحدة بيكون شيك جدا ومختلف اخر حاجة خالص هنعمل الكنافة الميكس او سموها زي ما انتو عايزين اللاخ بطيطة سموها مثلا كنافة الطاقة هي بتدي باور جامد جدا وكمان طعمها مميز جدا اول طبقة هنحط فيها شوية كنافة تاني طبقة هنحط الحشوات اللي عندنا الكاسترد والكريمة وصوص الشوكولاتة الكذاب اي بواقي ممكن نوعين ممكن نوع واحد عادي خالص بعد كده هنحط باقي الكنافة او الطبقة تانية من الكنافة كده الحشوات اللي عندي اللي انا عاملها خلصت ما بقاش بس الا الكريمة اللي بالفراولة هفردها كده فوق الكنافة هنزينها برضو بالبواقي بتاعة التزيين معانا مش مش مقطع وبسكويت سادة مهري اي بواقي يضفوها وكمان كطع فراولة وكمان بسكويت القريو كسرته كده وضفته على الوش انا جبت كيس بسكويت قريو واحد وكيس بسكويت سادة وهنزينها برضو بصوص الشوكولاتة كان فيه شوية باقيين عندي هنحطهم كده على الوش شايفين شكلها في الاخر طلعت حلوة ازاي الكنافة دي فكرتها او هنعملها عشان ما نرميش حاجة يعني بواقي الكنافة اللي عملناها نعملها في الطبق ده منها شيك جدا ومنها كمان طعمها حلو جدا يعني هنحبها كلنا وكمان الاولاد هيحبوها دلوقتي هنقلب المكشوفة والمكسوفة طبعا انا عملت بعض الطبقين دول ستة اطباق تانية تلاتة مكشوفة وتلاتة مكسوفة كمان هنشيل الطبق اللي فوق وهنكشفها كده بعد كده هنقلبها على الطبق الصغير ده ممكن نزينه بصص الشوكولاتة زي ما انتو شايفين كده شايفين المقلبناها متماسكة جدا ازاي هنشيل الكيس والطبق كده متماسكة جدا مش مهرية خالص وده عشان كبسناها كويس ودخلناها التلاجة فترة كويسة يعني انا سبتها من ثلاثة لاربع ساعات ولو مستعجلين فطوها في الفريزر لمدة ساعة دي المكسوفة هنزينها من فوق بصص الشوكولاتة الكده ودي المكشوفة هنقلبها على الطبق برضو وهنشيل الطبق والكيس كده شايفين برضو متماسكة جدا ازاي وحتى الجزء المكشوف منها اللي هو الكريمة والفراولة متماسك جدا زي ما انتو شايفين كده وشكلها حلو جدا ودي ممكن نبينها من فوق بشوية مكسرات او مسلا بس كويسة مفتك سوداني بس جزء هند اي حاجة هم سموها مكشوفة عشان الجزء اللي في النص ده والمكسوفة عشان متغطية كلها شايفين الكمية دي كلها عملناها من كيلو كنافة واحد التكلفة الاجمالية حوالي مية وسبعين جنيه او مية وثمانين جنيه تعالوا نفتح المكسوفة والمكشوفة مع بعض عشان نشوف الحشو من جوا متماسك جدا زي ما انتو شايفين كده طبعا انا عملاها ميني يعني صغيرة عشان ما نفتحهاش او ما نقطحهاش بس الكبيرة بتتفتح وتتقطع زي الكيك الحشو بتاعهم نفس طعم الاصلية بالزبط بس احنا بسطناه قللنا التكلفة وعشان يكون خفيف شوية يعني الكنافة عليها سكر كتير هو خفيف شوية مش تقيل زي الاصلية بس هو نفس الطعم ونفس الشكل وبكده نكون عملنا تقريبا كل الكنافة الجديدة اللي نزلت في الفترة الاخيرة ومن كيلو كنافة واحد اتمنى الفيديو يكون عجبكم وكل سنة وانتم طيبين تصدق تقليل زي كامل